عندي سؤال من أستاذ محمد بيقول أنا مدرس math لغات national وعاوز أدرس الـ American Diploma أبدأ منين وأخذ كورسات فين SAT مبدئياً يا حضرات حضراتكو عارفين إحنا بندي كورسات للتيتشيرز من 2009 تقريباً ومرنا تيتشيرز كتير أوي حول العالم في التدريس عمتاً وعندنا شهادات وكده بس ده حنا بنتكلم عليه في وقت تاني حالياً ما عندناش كورس للتيتشيرز يعني النهار ده الشهر ده بس لما يكون فيه حقول لكو قبلها ولكن مش عايز حضراتك تفكر في حتة لازم أخذ كورس وكورس SAT الموضوع أبسط من كده حضراتك مدرس مدرس math عايز تدرس American Diploma حضراتك حتجيب الكتب اللي الطلبة بيدرسوها في السن اللي حضراتك حتدرسه في المدرسة سواء كنجريد 8, 9, 10, 11, 12 تروح المدرسة American تشوف الكتب اللي بيستعملوها تشتري نسخة من الكتاب يريد تكون نسخة أصلية تقرأ المنهج حضراتك تشوف أنواع الأسئلة وطريقة الأسئلة وتحضر نفسك بنفسك رقم 2 حضرتك تشوف الـ End Product اللي هو امتحان الـ SAT أو امتحان الـ ACT وحضرتك تنزل مجموعة من الامتحانات أو تشتري حاجة من الكتب اللي هي ورايها دي وحضرتك تبتدي تحل كطالب الامتحانات دي وبعد ما تحلها كطالب تبتدي حريك تفكر كتيتشر المهارات المختلفة اللي الطالب يحتاجها عن اللي أنا متعود عليه حدر رسله المهارات دي إزاي Study Guide اللي هو بيشرح للطالب الامريكي إزاي يحل math في الـ SAT أو بيشرح للطالب الامريكي إزاي يحل math في الـ ACT وممكن نجيبهم من على Amazon Amazon في مصر دلوقتي أو موجود في الخليج كمان تقدر حارك تطلب الكتاب ده فيه عندنا كتاب اسمه Panda في الماف كتاب كويس جدا موجه حارك تبدأ به كأنك الطالب وتشوف الطالب المفروض يتعلم إيه وفي أمريكا بيعلموا الطالب إزاي الحاجات بتاعت الماف وحضرتك تقدر تعكس ده على الطالبة بتوح حضرتك رقم ثلاثة إن حضرتك تعمل اللي تكلمت عليه قبل كده قلت عليه اسمه Social Proof حضرتك تسجل مجموعة من الفيديوهات لشرح منهج الامريكي اللي حضرتك حضرته ولحل امتحنات الـ SAT والـ ACT اللي حضرتك حضرتها وتحطها على قناة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك ده حيبقى Social Proof بتاع حضرتك لما تيجي تقدم على مدرسة أمريكي تقول لهم أنا دارس منهج الامريكي وعمل فيديوهات وعندي مشاهدة للفيديوهات وطلبة بيدخلوا يسألوني حاجات يبقى عندك خبرة في الموضوع ده ده حيفيد كتير جدا جدا لو حضرتك هتشتغل Private برضو حيفيد إن الولاد قبل ما يشتغلوا مع حضرتك هيبقوا عارفين إن حضرتك بتعرف تدرس المنهج ده وحضرتك حالل كذا امتحان وحضرتك عندك كذا حاجة حللها قبل كتير يبقى مرة أخيرة للماث في الامريكان ديبلوما نشوف امتحانات SAT و ACT Online من على موقع College Board وعلى موقع ACT ونحلهم أولا كأننا طلبة وبعدين نحللهم كتيرز نشتري كتاب Study Guide في Study Guide في الماث اسمه Panda وفي عندنا الكتب التقليدية Study Guides القديمة في واحد اسمه Kaplan واحد اسمه Barons واحد اسمه Gruber دول بيعلموا الطلبة في أمريكا إزاي يحلوا الامتحانات حضرتك تقراهم من وكة نظرك كتير وتستعمل الستابس اللي موجودة فيهم وده ممكن يكون أول منهج حضرتك تدرسه لأول طلبة عندك تمشي بالمنهج بتاع Panda زي ما هو أو المنهج بتاع Kaplan زي ما هو وبعد كده مع الخبرة حضرتك تبتدي تعدل فيها على الطريقة المناسبة لحضرتك والطريقة تفكير حضرتك واسلوب شرحك اللي عنده أي خبرة في الموضوع ده من teachers المعف أو غير المعف حتى يقول لنا في الكومنت نساعد مستر محمد ونساعد بعض إن شاء الله شكرا حضرت